بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق روكن علي محسن صالح برقية عزائنا مواساة في استشهاد البطل حسن بن مبخوت جابر الشبواني مدير عام الشهر الاجتماعية والعمل بالمحافظة وهو يتصدى للميليشيات الكهنوتية في معركة الدفاع عن الدين والوطن بمحافظة مارب وأشهد نائب رئيس الجمهورية بمناقب الشهيد وأدواره الوطنية والسبساله مع كل أبطال الجيش ورجال مارب في مواجهة أعتى هجمة كهنوتية إمامية تسادف الجمهورية والثوابت الوطنية إضافة إلى أدواره المجتمعية البارزة واتسامه بالتعاون وتفانيه في عمله وخدمة أبناء المجتمع ونوها نائب رئيس إلى أنه علاوة على تفاني الشهيد الشبواني في أداء مهامه الإدارية لم يعف نفسه من مساندة أبطال الجيش والدفاع عن الأرض والعرض وهو رد بليغ لكل من يستنقص من تضحيات الأبطال أو يشمت من جراحهم ورباطهم في ميادين الحرية والكرامة وعبر نائب رئيس الجمهورية عن خالص العزاء والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد ومحبه وكافة أهل الشبواني سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وإسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ترجمة نانسي قنقر